معاتة برج راسلين السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات معاتة برج راسلين كانت في الرابع ماي 1832 ميلادي بقيادة الشيخ محي الدين والد الأمير عبدالقادر وتجند لها الدوير والزمالة والغرابة والبرجية وغيرهم مرازي وحميان والعبيد الشرادة وبني شطران والحشم وبني عامر وسائر الجهة الغربية وبعثوا برسالة إلى الفرنسيين مع رجل يطال له علي بن زرفة يطلبون منهم الإسلام وإلا الجيسية وإلا القتال فلما طال غياب رسولهم ولم يرجع توجهوا صوبة وهران ونزلوا بسيدي معروف ولم يحسم أمر المعرة رغم أن الجيشان ارتتل لمدة أربعة أيام من الثالث إلى السادس من شهر 1832 ميلادي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد